تمكنت قوات السورية الديمقراطية من تحقيق تقدم استراتيجي ومحاصرة مدينة منبج بشكل كامل بعد سيطرتها على طريق منبج الغندورة في شمال غربية المدينة وذلك خلال اليوم الحادي عشر لهجومها الذي يهدف للسيطرة على مدينة منبج وطرد تنظيم داعش منها يأتي تقدم قوات سورية الديمقراطية بعد سيطرتها على طرق منبج عين عيسى منبج الرقة منبج جرابلوس منبج الباب وحلب فيما تمكنت هذه القوات من تحقيق مزيد من التقدم خلال ساعات الليلة الماضية بدعم من طائرات التحالف الدولي التي استهدفت مواقع للتنظيم في المنطقة واستهدفت مفخختين له قرب جامعات الاتحاد معنا من إسطنبول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال عبر الأقمار الصناعية مرحبا بك معنا سيادة العميد كيف تقرأ سير معارك منبج وأيضا الباب في شمال حلب بين القوات قوات سوريا الديمقراطية والجيش الحر ضد تنظيم داعش وحصارهم مؤخرا لتنظيم داعش داخل مدينة منبج وأحكام الطوق عليهم كيف تقرأ سير العمليات العسكرية رمضان كريم على الجميع يعني بالحقيقة نحن الآن عم نعيش معركتين بوقت واحد معركة إعلامية الولايات المتحدة الأمريكية تصور لنا ما يحصل الآن في الشمال السوري كفيلم هوليودي البطل هو الطيران الغربي وقوات سوريا الديمقراطية والعدو هو تنظيم داعش اللي ما يعرف وين بدي يهرب وين بدي يتخبى على الواقع الأرض في المعركة العسكرية أيضا حقيقة هناك أمر مختلف خالف كل التوقعات وخالف كل ما نعرف به تنظيم داعش وهو حقيقة عندما تدخل قوات سوريا الديمقراطية وعبرت إلى غرب الفرات جمعنا توقع من أن عملية الانسحاب التدريجي لتنظيم داعش هي لبناء دفاعات حول مدينة منبج ونسمى القتال ولن تجربة سابقة ما قام به في عين العرب يعني خمسة وخمسين يوم بكل أنواع الطيران وبكل أنواع القوات ولم يستطيع أن يهزم داعش لكن الغريب في الأمر داعش يعني يعطينا صورة مغايرة هو ينسحب من القرى باتجاه منبج ثم يقوم بإخلاء مدينة منبج من السجنة ومن أسر المهاجرين ويحاول الخروج أيضا من منبج باتجاه الباب يعني فيه سؤال يعني يخطر ببال السوريين لماذا عندما يقاتل تنظيم داعش قوات سوريا الديمقراطية يكون بمنتهى النعومة بمنتهى العطف بمنتهى الحنان بمنتهى التواضع لكن عندما يقاتل الجيش الحر كما فعل في مارع يقطع الماء والهواء يقتل ببطش يستخدم المفخخات أنت كيف ترى هذا الجانب؟ ما الذي تريد أن تقوله؟ يعني واضح يعني اللي ما أريد أنا أقوله أنه الواضح أنه هناك عملية يبدو أن تنظيم داعش انتهى دوره بها الأيام المهمة الوظيفية والمهمة العملياتية انتهت وبالتالي نحن أمام عملية إخراج داعش يعني أشتون كارتر وعدنا بخمسة عشر سنة ليقدر ينهي داعش نحن اللي شايفين داعش أضعف من الضعف يعني لماذا لم ينهى منذ عامين أو منذ عامين ونصف؟ لماذا لم تشترك كل قوات يطر داعش؟ أريد أن نفهم منك التطورات العسكرية بشكل أكبر يعني سيد سيادة العميد ما يحدث اليوم في شمال حلب كيف يمكن أن تقول إليه الأمور خاصة مع يعني ازياد الضغط على تنظيم داعش هذا أمر واقعي من الطيران طيران التحالف وأيضا من كل من على الأرض ويلقى أيضا لكثير من المقاتلين السلاح من الجو أيضا لمحاربة تنظيم داعش في شمال حلب وأيضا في ريف الرقة وهذا أمر لا يخفى على أحد كيف تقرأ اليوم سير العمليات العسكرية ومستقبلها في الأيام القليلة القادمة؟ يعني أولا تنظيم داعش يبدو أن المعركة التي قامة في فتحها في منطقة مارع ومدينة مارع كان الغاية منها هو خلق طوق أو خلق سد حاجز أمام الجيش الحر لكي لا يسأل الجيش الحر لماذا لا يكون هو من يعتمد عليه أستاء عمليات القتالية في منبج أو في الباب ومستقبل في جرابلوس وبالتالي قام بتلك المهمة تنظيم داعش وأوقف الجيش الحر هناك ريسما بدأت عملية منبج الآن الانسحابات بمارع أقصد بالضبط الآن بالعودة إلى منبج عملية الانسحاب ومن ثم الانسحاب نحو مدينة الباب يضع تنظيم داعش في موقع حرج جدا جدا هو أولا يعزل جرابلوس الواقع في أقصى الشمال والشمال الشرقي للريف الرقة هو يعزل نوعا ما مدينة الراعي ويعزل القوات المتواجدة في ريف شمال الشرقي لحلب وبالتالي الآن خط الانسحاب حتى معابر حدودية أيضا خسر بهذه العملية يعني الآن تقدم الجيش الحر بالأمس الجيش العرض سيطر على بحدود 8 إلى 13 قرية بموازات الحدود بانطلاقا من إعزاز أيضا هذا الأمر يطيق الخناق على تنظيم داعش وتنظيم داعش ليس له حاضنة داخل أراضي التركية وبالتالي الانسحاب سيكون باتجاه الجنوب باتجاه الطبقة باتجاه الرقة إذا ما خسر منبج وخسر الباب يعني أعتقد أن الآن الوضع حرج جدا جدا بالنسبة لتنظيم الدولة إلا إذا كانت هناك مفاجآت يفاجئون بها تنظيم داعش ولكن حسب ما يسير الأموة ولكن وفق المعطيات العسكرية على الأرض هو زاهب إلى الانسحاب من كل مناطق الشمال الرقة وشمال حلب نعم أشكرك جزيلا شكر العميد أحمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول ترجمة نانسي قنقر